جدد رئيس مجلس الوزراء مصافا مدبولي تأكيد على حرص الدولة على دعم وتعزيز دور شركات القطاع الخاص لمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة وذلك سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام القابضة ورئيس التنفيذي للشركة وذلك لمناقشة واستعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها في عدد من القطاعات وخلال لقاء أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة للدعم التوسع في المشروعات التي تدعم توجه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر كما أكد مدبولي اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر والتوسع فيها وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة العروض المقدمة من جانب عدد من الشركات من قبل وزارة الإسكان للبدء في تنفيذها ترجمة نانسي قنقر